بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين من أن يخبرون في المنام الله المتحدة 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 الممى من أجل أن يكونوا من الأسفل بها قلبهم وأنهم يقولون ونحن لا يكونوا يطالعوا بإيقافنا لنحن ناجدنا من أفل من أكثر thus Allah knoweth those who are sincere and knoweth those who feign or do those who do ill deeds imagine that they can outstrip us evil for them is at which they decide whoso looketh forward to the meeting with Allah let him know that Allah's reckoning is surely nigh and he is the hearer, the knower and whosoever striveth striveth only for himself for lo, Allah is altogether independent of his creatures and as for those who believe and do good works we shall remit from them their evil deeds and shall repay them the best that they did we have enjoined on man kindness to parents but if they strive to make thee join with me that of which thou hast no knowledge then obey them not unto me is your return and I shall tell you what you used to do and as for those who believe and do good works we veryly shall make them enter in among the righteous ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله زعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ Of mankind is he who says we believe in Allah, but if he be made to suffer for the sake of Allah, he taketh the persecution of mankind as Allah's punishment. And then, if victory cometh from thy Lord, will say, lo, we were with you all the while. Is not Allah best aware of what is in the bosoms of his creatures? Verily, Allah knoweth those who believe, and verily, he knoweth the hypocrites. Those who disbelieve say unto those who believe, follow our way of religion, and we verily will bear your sins for you. They cannot bear aught of their sins, lo, they verily are liars. But they verily will bear their own loads, and other loads beside their own. And they verily will be questioned on the day of resurrection, concerning that which they invented. And verily we sent Noah as our messenger unto his folk. And he continued with them for a thousand years, say fifty years. And the flood engulfed them, for they were wrongdoers. And we rescued him and those with him in the ship, and made of it a portent for the peoples. وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وَالَّذِينَ كَفَعُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِ الرَّحْمَةِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ And Abraham Remember when he said unto his folk Serve Allah and keep your duty unto him That is better for you if ye did but know Ye serve instead of Allah only idols And ye only invent a lie Lo, those whom ye serve instead of Allah Own no provision for you So seek your provision from Allah And serve him and give thanks unto him For unto him ye will be brought back But if ye deny Then nations have denied before you The messenger is only to convey the message plainly See they not how Allah produceth creation Then reproduceth it Lo, for Allah that is easy Say, O Muhammad Travel in the land And see how he originated creation Then Allah bringeth forth the later growth Lo, Allah is able to do all things He punisheth whom he will And showeth mercy unto whom he will And unto him ye will be turned Ye cannot escape from him in the earth Or in the sky And beside Allah there is for you No friend nor helper Those who disbelieve in the revelations of Allah And in their meeting with him Such have no hope of my mercy For such there is a painful doom Al-Fatihah 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 In the يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهادر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين لكن الانسر من النار كان فقط أنهم قالوا أقلهم أو أقلهم ثم الله ساعدهم من الماء لأ هناك في الآخرة لحظة 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 للمؤمنين يقولون أنه لديك فقط أجلسل في الآخرة الأحب بينكم هي فقط في العالم Then on the day of resurrection ye will deny each other and curse each other And your abode will be the fire and ye will have no helpers And Lot believed him and said Lo, I am a fugitive unto my Lord Lo, he, only he is the mighty, the wise And we bestowed on him Isaac and Jacob And we established the prophethood and the scripture among his seed And we gave him his reward in the world And lo, in the hereafter, he verily is among the righteous And lo, he said to his people He said to them that you are not going to die What did you have done with them from one of the world? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَاديِكُمُ الْمُنْكَوْمِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطاء قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ And Lot Remember when he said unto his folk Lo, ye commit lewdness such as no creature did before you For come ye not in unto males And catch ye not the road for travelers And commit ye not abomination in your meetings But the answer of his folk Was only that they said Bring Allah's doom upon us If thou art a truth teller He said My lord Give me victory over folk who work corruption And when our messengers brought Abraham the good news They said Lo, we are about to destroy the people of that township For its people are wrongdoers He said Lo, Lot is there They said We are best aware of who is there We are to deliver him and his household All save his wife Who is of those who stay behind And when our messengers came unto Lot He was troubled upon their account For he could not protect them But they said Fear not Nor grieve Lo, we are to deliver thee and thy household All save thy wife Who is of those who stay behind Lo, we are about to bring down upon the folk of this township A fury from the sky Because they are evil livers And verily of that we have left a clear sign For people who have sense وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومنهم من أرسلنا ومنهم من أرسلنا موسيقى 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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقن الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ The likeness of those who choose other patrons than Allah is as the likeness of the spider when she taketh unto herself a house and lo, the frailest of all houses is the spider's house if they but knew lo, Allah knoweth what thing they invoke instead of him he is the mighty, the wise as for these similitudes we coin them for mankind but none will grasp their meaning save the wise Allah created the heavens and the earth with truth lo, therein is indeed a portent for believers recite that which hath been inspired in thee of the scripture and establish worship lo, worship preserveth from lewdness and iniquity but verily remembrance of Allah is more important and Allah knoweth what ye do وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إِذَا لَرْتَابَ الْمُبَطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ آُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجَحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ And argue not with the people of the scripture unless it be in a way that is better save with such of them as do wrong and say we believe in that which has been revealed unto us and revealed unto you our God and your God is one and unto him we surrender in like manner we have revealed unto thee the scripture and those unto whom we gave the scripture aforetime will believe therein and of these also there are some who believe therein and none deny our revelations save the disbelievers and thou O Muhammad was not a reader of any scripture before it nor didst thou write it with thy right hand for then might those have doubted who follow falsehood but it is clear revelations in the hearts of those who have been given knowledge and none deny our revelations save wrongdoers وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاههم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون and verily it will come upon them suddenly when they perceive not they bid thee hasten on the doom when lo hell verily will encompass the disbelievers on the day when the doom will overwhelm them from above them and from underneath their feet and he will say taste what he used to do يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعنلوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعتلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولاعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البرد إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا دعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لماع المحسنين فإنهم هذه الحياة في العالم فإنها لحظة أحسن ومم أحسن لأيام الأسل فإنها هي الحياة إنه أعلم وإنهم يوثوا وإنهم يأخذوا على الأسل كذبوا يحبوا الله فإنهم سعروا يوحا أكيد ولكن عندما يدفعهم سيدنا فإنهم ليعقلوا They ascribe partners unto him That they may disbelieve in that which we have given them And that they may take their ease But they will come to know Have they not seen that we have appointed a sanctuary Immune from violence While mankind are ravaged all around them Do they then believe in falsehood And disbelieve in the bounty of Allah Who doeth greater wrong Than he who inventeth a lie concerning Allah Or denieth the truth when it cometh unto him Is not there a home in hell for disbelievers? As for those who strive in us We surely guide them to our paths And lo, Allah is with the good Bismillah That's it We now have a little hope of